حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة لطلبة الصف الثالث الصناعي قسم إلكترونيات هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن مادة اتصالات إلكترونية وإحنا هنكمل اللي إحنا بدأنا المرة اللي فاتت إحنا كنا تكلمنا المرة اللي فاتت عن أجيال الهاتف المحمول واتكلمنا إني ليه كنا محتاجين هاتف محمول وإحنا ابتدين نطور التكنولوجيا بتاعتنا من الهواتف الأرضية إلى الهواتف الخلوية أو الهواتف المحمولة واتتطرقنا إلى أجيال الهاتف المحمول واتكلمنا عن الجيل الأول إن هو كان بيغطي لي الصوت أو الفويس فقط لغيل ثم ابتدين نتطور ونخش على الجيل الثاني وابتدى يضيف لي جزئية جديدة وهي جزئية الرسالة الكثيرة أو ما يسمى بالSMS وبعد كده ابتدين نقول إن بقيت احتياجات المستخدم بتاعنا زادت عن احتياج الاتصال لا ده هو عايز يتعامل مع الهاتف المحمول بتاعه في استخدامات كتير جدا 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 من اللي بيستخدمها على جهاز الحاسب الآلي وابتدى يحس إن هو محتاج خدمة إنترنت مميزة بحيث يقدر يتعامل مع البريد الإلكتروني ومع الإنترنت من خلال الهاتف المحمول الخاص بي وده اللي أدى إلى ظهور السمارتفون وطبعا تكلمنا في الجزئية دية إن ده أدى إلى إننا إن احنا نبتدى نطور الجيل الثاني ونخش على هواتف الجيل الثالث وقلنا إن هواتف الجيل الثالث هي بتدعم الإنترنت بدرجة كبيرة جدا وابتدى إن نقدر إن احنا من خلالها نستخدم الهاتف فيه التصفح وفيه إرسال واستقبال الإيميل أو البريد الإلكتروني وده هوت عمل يعني رواق كبير جدا 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 للهاتف المحمول وابتدى يبقى الإنتاج بتاعه كبير جدا 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 ولكن هل إحنا توقفنا عند الجيل الثالث وابتدى المستخدم احتياجاته كده اكتملت؟ لا ابتدنا لما ابتدى إن المستخدم يلجأ إن الهاتف المحمول يبقى بالنسبة له هو البيزنس بتاعه أو هو الديفايس الأساسي بتاعه إن هو يستغنى عن اللابتوب وعن الدسكتوب بنسبة كبيرة جدا ابتدى إن احنا نحتاج احتياجات أخرى في الهاتف المحمول والاحتياجات الأخرى في الهاتف المحمول ديت زي المؤتمرات خاصية المؤتمرات اللي احنا ابتدنا نلجعلها دلوقتي وبتدينا نستخدمها نظرا للي احنا بنمر بيه دلوقتي في فيروس كورونا ان احنا ما نقدرش نتجمع في اماكن مغلقة ما نقدرش نلتقي ببعض فابتدينا ان احنا نستخدم التكنولوجيا ونستخدم الانترنت في انينا نوصل التعليم بتاعنا ونوصل الدروس بتاعتنا عن طريق الانترنت طب اعداد الهواتف المحمولة اللي موجودة مفيش حد مش موجود مع هاتف سمارت فون حاليا اذا اغلب الناس هتستخدم الهواتف المحمولة في ان هو يلطاق معنا او يشتغل معنا في المؤتمرات او في الدراسة الاونلاين ودوت اللي خلانا ان احنا نبتدي نشتغل على جيل جديد وهو الجيل الرابع الجيل الرابع من الهواتف الخلوية وهو اللي ابتدى يدعم بدرجة كبيرة جدا 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 كفاءة الانترنت ان كفاءة الانترنت ابتدت تبقى سرعات الانترنت سرعات اعلى بكتير من الجيل التالت ابتدى يدعم لي خصائص المؤتمرات الاونلاين والمالتي ميديا والوسائط والعرض والبرزنتيشن كل ده ابتدى يدعمه لي كل دوت لو انا كان عندي انترنت ضعيف في المحمول بتاعي او في الهاتف المحمول بتاعي كان طبعا هيبقى فيه صعوبة جدا ان احنا نوصل المعلومة للطلبة او المدرس يقدر يتواصل مع الطلب بتاعه فاذا الجيل الرابع ابتدى يحل لي مشكلة اساسية جدا 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 ابتدنا نحتاجها اللي هي عملية خاصية المؤتمرات وزي ما هنشوف دلوقتي موصفات ومميزات الجيل الرابع النهاردة ان شاء الله فتالله بينا نشوف كده الجيل الرابع ايه اللي اضافه للاجيال التلاتة اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده اول حاجة زي ما احنا قلنا الجيل الرابع بيدعم الوسائط المتعددة التفاعلية الانتر اكتف مالتي ميديا والانتر اكتف مالتي ميديا زي ما قلنا اللي هي التعليم عن بعد ده اكتر حاجة نقدر نشوف فيها الانتر اكتف مالتي ميديا لان زي ما قلنا ان احنا كنا بنتواصل مع المدرسين ويورينا الرسم ويشرح لنا كأننا جوه الفصل بالزبط فكانت دي اهم حاجة من مزايا شبكات الجيل الرابع الوصول العالمي وامكانت نقل الخدمة الى جانب قابلية التطوير الوصول العالمي اننا قدر اننا اشتغل واوصل لاي مكان في العالم او اي مركز بحثي في العالم واشتغل من خلاله وتعامل من خلاله واقدر اننا يبقى عندي المحتوى العلمي بتاعي بسرعة فائقة جدا 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 قابلية التطوير طبعا احنا قلنا ان كل حاجة احنا بنعملها لازم تكون قابلة للتطوير وقابلة للتحديث لان طبعا كل حاجة او كل موقف بيجبرنا ان احنا نحدث التكنولوجيا بتاعتنا عشان تتواكب مع الحدث بتاعنا يعني لما ابتدى يحصل فيروس كورونا ابتدنا ان احنا يبقى فيه ضغط كبير جدا 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 على الدروس الاونلاين ابتدى يبقى فيه ضغط كبير جدا 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 على الاجتماعات الاونلاين كله دوت لو احنا ما كناش وصلنا للجيل الرابع في التكنولوجي الجيل الرابع كان يبقى في مشاكل كبيرة جدا 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 في ان احنا نتمم المنهج الدراس في ان الناس الرجال الاعمال يخلصوا صفقات كانت مهمة جدا جدا مش هقدروا يعقدوا اجتماعات مباشرة فدوت كله ادر انه هو يعملولي الجيل الرابع فعالية عرض النطاق ان النطاق بتاعي ابتدى يبقى عرض النطاق بتاعي عريض جدا وده بيوفر الحد الاقصى لعدد المستخدمين وده لو انتو تفتكروا اتكلمنا فيه في الجيل التالت وفي الجيل الاول لما قلنا ان كان الجيل الاول من مشاكله الكبيرة جدا ان طبعا لما ابتدت الهاتف المحمول يظهر ابتدت الناس تركز على الطلب عليه زاد فما الطلب عليه زاد كانت الاعداد البندويتس بتاعته محدودة هنا ابتدى في الجيل الرابع لا يزود لي عرض النطاق عشان انا لو كنت باخد اتنين مليون مشترك ممكن اخليهم اربعة مليون مشترك ويقدر يخليلي ان انا اخد الحد الاقصى المسموح بي احنا دايما كنا بنقول ان الشبكات ما بتوصل للحد الاقصى بيحصل فيها مشاكل وبيحصل فيها هبوط وبيحصل فيها ان ممكن يحصل مشاكل في الاتصالات الجيل الرابع يبتدى لا يقولك انا هديك الحد الاقصى لعدد المستخدمين في البندويتس بتاعك دوت مع الحفاظ على كفاءة الاتصالات سواء بقى فويس او انترنت فدي كانت من مميزات الجيل الرابع ان هو ابتدى يعمل لي بندويتس كبير جدا اقدر عدد مستخدمين كبير جدا يشتغلوا معايا وفي نفس الوقت يحفظ لي على ايه على الكفاءة وعلى ان الكواليتي بتاعة الخدمة تكون جيدة جدا ما تتأثرش بان هو وصل للمكسيموم كباستي بتاع البندويتس بتاعه وابتدى يدعم لي المالتي ميديا زي ما احنا قلنا اللي هي زي المالتي ميديا اللي احنا قلنا زي ايه خاصية المؤتمرات المؤتمرات بتاعتي عن بعد وده يتبتديني نلجأ لها كتير جدا 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 اثناء المرحلة او السنة اللي عدت علينا دايما حابب ان انت لما تعرف مميزات شيء تربطه بالحياة العملية بتاعتنا او بالحياة بتاعتك احنا بنوصل للشيء ده ليه انت ما تيجي تقول ما زي الجيل الرابع انت الوحدة كانت بتاعتك تقولها اه ده النت كان بطيق طب ما هو النت ده بطيق ده كان عيب من العيوب ابتدينا نكبره طيب انا دلوقتي محتاج اعمل فيديو ميتنج واعمل دروس اونلاين والدروس الاونلاين في عدد طلبة كبير وفيها مدرسين والمدرس عايز يستخدم اللابتوب بتاعه وعايز يعرض بريزنتيشن وعايز يعرض حاجات كتير طب هل الترافك بتاع الانترنت هيستحمل ان يغطي كله ده طبعا لو اللزبيت بتاعت ضعيفة عمري ما قدر استحمل كل الاعداد دي as time يعني في نفس الوقت يعني ما ينفعش ان انا as time الناس دي كلها تشتغل معايا في نفس الوقت طب لما انا ابتدي اعلي البرفورمانس بتاعت الانترنت اقطر البندويدس بتاعي اكبره وبشرط ان هو كمان ما يخلنيش ان انا يحصل لعملية ايه سوق في الخدمة او ان الخدمة تكون رديئة لما يوصل للحد الاقصى بتاعه اذا دي مميزات الجيل الرابع يبقى الجيل الرابع قدر يتغلب على عيوب الاجيال السابقة ودايما احنا قلنا ان انت دايما خد عيوب الاجيال اللي قبل كده وبتدي اعرف ان هي دي هتكون ان شاء الله مميزات الاجيال اللي بعد كده ودايما التطوير بيكون انا محتاج ايه فانا دلوقتي قلت ان انا محتاج خاصية مؤتمرات فابتدى يعمل لي الجيل الرابع الفور جي انه يدعم خاصية المؤتمرات محتاج بندويدس كبير لان عدد المستخدمين بيزيد بسرعة جدا جدا من اتنين مليون مشترك لاربعة مليون مشترك لتمانية مليون مشترك حاليا شبكة واحدة مثلا ممكن تلاقي عليها واحد وعشرين مليون مشترك الكلام دوت لو انا مش بطور وبدخل على اجيال الجيل الرابع وبثابت على جيل اللي انا وصلتله عمر الشبكات ما كانتها تتحمل الاعداد اللي ابتدت تبقى مضطاردة زي ما قلنا من اتنين مليون لاربعة مليون لتمانية مليون الوقت بنتكلم في اتنين وعشرين مليون لشبكة واحدة فما بالك بباقي الشبكات فكله دوت ابتدنا نعالجه فانت اربط للميزة بالحياة العملية بتاعتك عشان انت تبقى انت متخيل الامور ماشي ازاي يبقى احنا تكلمنا كده قلنا انه هو بيدعم الوسائط وبيدعم المؤتمرات وبيدعم انه هو فتح للباندويتس او عرض النطاق بتاعي وبيدعم انه هو يستخدم الحد الاقصى للباندويتس بتاعي وبشرط قوي جدا اللي هو ايه عدم تأثر الخدمة بايه باننا نوصل للحد الاقصى بتاعي طب هل هو بيعمل حاجات تانية توفير تنظيم افضل بيوفر لي تنظيم افضل لترتيب الخطوط بتاعتي لقصة ان انا بنظم ما بين الشبكات وبعضها وكيفية ان هم يتعاملوا مع بعض كله دوت بيعمل لي تنظيم افضل في الفور جي ويبتدي يحقق لي تارجت اعلى من ما كنت بشتغل على التو جي او الوان جي او السري جي طبعا ابتدى يديني مميزات كبيرة جدا في تقنية كبول المكالمات ورفض المكالمات ابتدت تلاحظ ان بقي فيه بقى الفيديو كول والفيديو كونفيرنس والتكنولوجي العالية دي كتير جدا اما كنا بنجي نستخدمها في التو جي او في بداية السري جي كنا بنلاقي اني الاداء بتاعها سيء جدا 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 لكن دلوقتي انت في الفور جي انت ممكن تعمل فيديو كونفيرنس وتقعد تتكلم بالساعات والدنيا ممتازة وانت شايف اللي بتكلمه كويس جدا وهو شايفك كويس جدا وابتدى الفور جي حالك نقلة قوية جدا جدا في حتة الفيديو كونفيرنس وخاصية المؤتمرات طيب هل مفيش عيوب في شبكة الجيل الرابع لا في عيوب في شبكة الجيل الرابع لان دايما لما احنا بنحط مميزات بيبقى المستخدم بتاعنا بيطلب حاجات جديدة عايزها ودايما لما انا بطور في التكنولوجي بتاعتي بتكون لها برضو ضريبة ومن احدى الضريب اللي هي ايه اول بنت مكلفة وصعبة في التنفيذ يعني انت اصلا عندك الفور جي مكلف مكلف جدا 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 عن السري جي وصعب في التنفيذ المحطات بتاعته الى حد ما معقدة بدرجة كبيرة طيب تاني حاجة تستهلك طاقة البطارية بشكل كبير لو انت بتلاحظ ان البطاريات بتاعة الاجهزة الموجودة حاليا في السوق تلاقي يقولك ايه 4000 ميلي امبير 5000 ميلي امبير 10 000 ميلي امبير الكلام ده ظهر ليه لان حضرتك الموبايل بتاع حضرتك ما اصبحش موبايل للاتصال الصوتي فقط ده اصبح زي ما احنا بنقول عليه كلمة سمارتفون عشان برضو نبقى فاهمين اللي هو التليفون الزكي اتحول الجهاز من جهاز تليفون الى جهاز مايكرو كمبيوتر يعني بيعاج جهاز كمبيوتر مصغر ميني كمبيوتر في كل الحاجة ولذلك Muslim البتدينا نطلع للايه للاوبد للابليكيشن قطع حيلا مثل防ира بالموبايل بيعندك وبراطنج سيستم خاص بايه بالموبايل الاوبريطنج سيستم خاص بالموبايل ده ليه بيقى فيه وبراطنج سيستم خاص بالموبايل زي ما كنا زمان بنقول ان احنا عندنا وبراطنج سيستم للأجهز تلكمبيوتر لان خلاص هو بيقيمني كمبيوتر في ايدك بتشتغل عليه اربعة وعشرين ساعة بتتبع عليه البزنس بتاعك بتتبع عليه السوشيال ميديا بتاعتك بتتبع عليه اي شيء من خلال الموبايل يبقى اذا استهلاك البطارية لو كان بتستهلك البطارية في الاول في خمس ست ساعات دلوقتي انت ممكن البطارية تقعد ساعتين ثلاثة وده من عيوب الجيل الرابع فاول ذلك ابتديني نقول ان بطارية الجهاز مهمة جدا جدا في الاجهزة الحديثة طيب تحتاج الى معدات واجهزة معقدة لتنصبها وتشغيلها اكيد بما ان انا بديك سيرفيس عالية وبديك استخدام عالي يبقى لازم يكون الاجهزة بتاعتي اجهزة ايه معقدة واجهزة ايه يعني محتاج ان انا اشتغل عليها كتير واصرف عليها كتير طيب مكلفة وصعبة في التنفيذ مكلفة وصعبة في التنفيذ دوت من حيث ان انت ما تيجي تقول انا هعمل شبكة للاتصالات الصوتية فقط هل ساعتها انا احب اجيب شبكة جيل رابع لا ليه لان انا لو عملت شبكة 2G عشان هتغطيلي قصة الفويس بس دي هتكلفني سيه مثلا اثنين مليون جنيه لكن لو انا جاي اعمل شبكة جيل رابع هنقول ان منموم عشرة مليون جنيه يبقى اذا مكلفة لكن هل انا ما بقى محتاج الجيل الرابع هتكون مكلفة لا طبعا ولكن من مشاكلها انا دايما بحاول اجيب زي ما احنا كده دايما نقول ايه احنا عايزين حاجة يعني المواصفات بتاعتها عالية جدا ولكن في النهاية برضو يكون سعرها ايه قليل جدا المعادلة اللي هي ما بتتحققش فدايما احنا في التصنيع او في التكنولوجي دايما العلماء لما بيحبوا يشتغلوا يقولك احنا برضو عايزين نوصل لكده نوصل ان احنا بنعمل حاجة تكون تكلفتها قليلة وتديك performance عالي جدا وتديك استخدام عالي جدا وذلك هو ابتدى يحط ان من الجيل الرابع عيوبه ان هو ايه تكلفته عالية جدا ان تكلفته عالية جدا مشاكله التانية ان هو اجهزته معقدة جدا 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 وخليكوا فاكرين الكلام ده لان قريب قوي هلاقي ان احنا ابتدينا نقول ان العيوب اللي كانت موجودة عندنا في الجيل الرابع بيتهي المميزات في الجيل الخامس ان شاء الله اللي هو قريدي ظهر حاليا طبعا ولكن هو مش موجود في المنهج طبعا حاليا ولكن انت دلوقتي بتسمع عن ال 5G ال 5G دوت ابتدى يحل لك المشاكل اللي موجودة في ال 4G ابتدى يقول لك ان الشبكة بتاعته تكلفتها اقل بكتير جدا 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 من ال 4G الانترنت بتاعته اعلى بكتير جدا جدا من ال 4G الاجهزة بتاعته ما بقتش بنفس التعقيد بتاع ال 4G ولذلك ابتدى الشركات الاتصالات المختلفة دلوقتي تحول على ال 4G ليه بتحول على ال 5G ايسف ليه بتحول على ال 5G عشان تقلل في التكلفة بتاعتها فما بتقلل في التكلفة بتاعتها تقلل في المبالغ اللي هي بتاخدها منك كيوزر او ككاستمر مستخدم للكلام ده فدي الفكرة بتاعتنا في الاجيال اللي احنا تكلمنا عليه احنا تكلمنا على مدار الحلقة اللي فاتت وعلى مدار الحلقة دي في اجيال الهواتف الخلوية وتكلمنا ان احنا عندنا في المنعك بتاعنا الجيل الاول الها الجيل الاول والجيل التاني والجيل التالت والجيل الرابع ومميزات الجيل الرابع اتكلمنا عليها ومميزات الجيل ومعيوب الجيل الرابع اتكلمنا عليها وده طرقنا ان احنا فيه ال 5G انت اوتوماتيك كده اول اما يجي يقولك ان فيه حاجة اسمها 5G هات كده على طول اللي انت اخدته في عيوب ال 4G ويعرف ان دي ان شاء الله هتكون هي المميزات بتاعة ال 5G طيب هنتكلم النهاردة تانية عن حاجة تانية جديدة بقى مميزات الهواتف الخلوية اعنى اتكلمنا عن الاجيال وخلصنا الاجيال نتكلم عن مميزات الهواتف الخلوية اول حاجة في مميزات الهواتف الخلوية نظام ال GSM يعمل بالتكنولوجيا الرقمية مما يزيد من كفاية التشغيل وصغر حجم الاجهزة مع ساعة كبيرة جدا في عدد المشتركين ال GSM دو تكنولوجيا الرقمية هي التكنولوجيا المشفرة ان انا بشتغل بنظام التشفير ما بشتغلش بنظام النقل الفويس بنظام التعديل الترددي او التعديل الاتساعي بتاع زمان فابتدى بقى فيه تشفير ودود بيزود ايه كفاءة التشغيل وصغر حجم الايه الاجهزة لو انت خدت بالك ان الجهاز الموبايل لو انت وانحنا بنعرض في ال 1G كان حجمه كبير جدا 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 ابتدى يصغر 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 بلص ان امكانياته ابتدت تزيد يعني امكانيات الجهاز نفسه ابتدت تزيد مع صغر حجمه وابتدى يبقى فيه ساعة كبيرة من عدد الايه المشتركين زي ما احنا قولنا احنا بدأنا الاول في الاول ال 1G دوت كان عدد المشتركين وصل 500 الف يعني كان رقم مهول والناس فرحانة وبيعندنا 500 الف مشترك في الموبايل فون والكلام ده دلوقتي بقولك احنا بنتكلم في 24 مليون مشترك 24 مليون مشترك فكل دي من المميزات اللي التليفون اللاسلكي او المحمول ابتدى يدفهالي للشغل بتاعي له مواصفات قياسية موحدة ودي احنا اتكلمنا فيها لو تفتكر لما دخلنا في الجيل التاني وبتدينا نقول ان من الجيل التاني ابتدينا نرسي قواعد توحيد الباندويتس يعني ما بيش بقى ايه ان انت شغال في شبكة داخل جمهورية مصر عربية تتنقل لشبكة مثلا برا في السعودية يقولك لا والله التليفون بتاعك دوت خارج منطقة تغطية وما ينفعش يشتغل في عندنا ليه لان كان الاول كل الشبكة كان اسمها شبكات محلية بتغطي الدولة اللي داخلها فقط لغير واحنا تكلمنا ده لازم تربط الكلام ببعضه اللي احنا بنقوله هتلاقينا بنكرره فلازم تبقى ايه انت عارف الكلام ده تقال ازاي ودوت عمال لي ايه المواصفات القياسية دي قلنا سهولة التنقل من بلد لاخر يعني حضرتك مش لازم قاعد في مصر معك موبايل روح تي السعودية تشتري موبايل جديد روح تي كويت تشتري موبايل جديد لا انا باخد موبايلي ادخل بي السعودية يشتغل ادخل بي كويت يشتغل ادخل بي امريكا يشتغل لانه الراجل عمال لي حاجة اسمها ايه مواصفات قياسية موحدة احنا عندنا مواصفات قياسية كل الدول بتلتزم بيها كل الدول بتلتزم بيها ولذلك بيكون انا اخد التلفون بقى اتنقل من بلد لاخر طب ايه اللي حصل تاني في المصفوات القاسية الموحدة يبقى اذا انا ممكن انتج عدد هواتف محمولة انتاج كبير يعني لو انا كنت بانتج مثلا مليون هاتف محمولة على مستوى مصر طب ما انا موحد الاجهزة البتاعتي وشركة من احد الشركات يبقى كان ما كانت بتنتج مليون جهاز لا دي هتنتج بقى لمصر والسعودية والكويت وكتر وكل الدول العربية يبقى هتنتج عشرة مليون جهاز عشرين مليون جهاز طب احنا عارفين كل ما ترجط الانتاج بتاعي زاد وكل ما عدد الانتاج بتاعي زاد كان ايه اللي بيحصل معايا ان انا التكلفة بتاعتي بيحصل الله ايه بتقل وبما ان المنتج التكلفة بتاعته بتقل بيعمل ايه بيرخص السعر الجهاز على المستهلك الرئيسي طيب ايه تاني مميزات تاني تحقيق سرية المكالمات زي ما احنا قلنا المكالمات بتاعتنا بيت مكالمات ايه مشفرة فبقى فيه سرية ان ما فيش اي حد بيقعد يلعب في اي تردد يختارك المكالمات زي ما كان بيحصل في نظام التعديل الاتساعي والتعديل التردد ان انت تفاجأ تجي تزبط محطة تلاقي نفسك سامع اتنين بيتكلموا مع بعض ديت ما بقتش موجودة طبعا في التليفون المحمول توفير خدمات اضافية جديدة ومتطورة طبعا دي يعني كتير جدا اتلاقي حاجات كتير جدا 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 اضافتلك بعيد عن التليفون بعيد عن التليفون الارضي والتليفون المحمول ضاف لنا خدمات متطورة جدا منها مثلا ارسال واستقبال الفاكسات انت كنت الاول ما تعرفش ترسل وتستقبال الفاكسات منها مثلا ارسال واستقبال البريد الالكتروني كنتش الاول تعرف تستقبال البريد الالكتروني منها ازهار رقم الطالب منها رافض المكالمات الغير مرغوب فيها كل ديت مميزات ابتدى يضيفها التليفون المحمول وابتدى يضيفها لي على الخدمات بتاعته طيب مميزات سنترال التليفون اللاسلك المحمول ديت ايه بقى دي وحدة السنترال يعني التليفون المحمول دوت ليه وحدة سنترال او يونة سنترال زيه زي السنترال بتاع التليفون الارضي بالزبط طب ايه مميزاته تبادل ارسال واستقبال الحديث والبيانات اسناء المكالمة ودي معناها ايه ان حضرتك وانت بتتكلم انت ممكن تبقى داخل على الانترنت مش ده بيحصل كده بيحصل تقدر وانت حضرتك بتتكلمني تبعتلي ارسال على الواتساب هل دوت بيقلل الشغل بتاعي او انا مثلا عشان ابعت له حاجة اقول له طب ايه في البقى عشان مش هينفع بعطلك لا ماينفعش ارسال واستقبال رسائل الفاكس زي ما احنا قلنا زمان كان لازم تجيب جهاز ضخم اسمه جهاز الفاكس ماشين زي ما احنا درسناه في السنين اللي فاتت في مادة الاتصالة الالكترونية وبتاع لا دلوقتي بالموبايل فون بتاع حضرتك انت ممكن تستقبل وترسل فاكسات وانت قاعد في اي مكان فدي ميزة قوية جدا 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 يعني كانت يعني اختراع يمكن طبعا البريد الالكتروني طبعا قلل من استخدامها ولكن قبل ظهور البريد الالكتروني تقريبا كان كل الاستخدام بتاعنا هو عبارة عن الفاكسات اي مرسلات حكومية عن طريق الفاكس اي مرسلات تجارية عن طريق الفاكس لا يعتد الا بالفاكس ان انا ابعت لك عرض شراء انت توافق عليه ابعت لك مثلا المكاتبة خلي بالك معايد الامتحانات تواريخ كذا وكذا وكذا ما ينفعش ان انا جالها لك بالتليفون لازم تتبعت بفاكس رسم فكان الفاكس من الحاجات المهمة جدا جدا في الاستخدام الهاتف المحمول ما تجهلش ده يعني الهاتف المحمول كان يقولك يا عم كفاية ان احنا عملنا ان الناس بتمسك التليفون وتتكلم فيه في اي مكان هي موجودة فيه لا زي ما قلنا ان دايما الناس اللي بتعمل تطوير بتدور اليوزر او المستخدم عايز يستخدم ايه وحطهوله في التكنولوجي الجديدة بتاعتي طيب ايه تاني الرسائل القصيرة المكتوبة لس ام اس بيقدر يبعت رسائل اس ام اس من خلال التليفون المحمول وده طبعا كانت زي ما احنا قلنا مع ظهورها في الجيل التاني كانت يعني اختراع يعني ان انا ابعت رسالة كده اكتبها وتوصلك والكلام ده كانت حاجة يعني مهمة جدا 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 بس دي طبعا ظهرت مع ظهور الجيل التاني الخدمات الاضحية للشبكة الخدمات الاضحية للشبكة اللي هي بقى الحاجات اللي هي ممكن تساعدك انت كيوزر تتعامل منها واول حاجة احنا بنشوفها وكنا معجبين بها جدا اول مظاهر التليفون المحمول هو اظهار او منع اظهار رقم الطالب ان انا شوف رقم اللي جايلي على شاشة التليفون او ان انا احفظه واشوف اسمه من غير رقم التليفون اعادة توجيه المكالمات الوردة تلقائيا الى رقم اخر اللي هي خاصية الدايفرد خاصية تحويل المكالمات دي خاصية مهمة جدا 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 وبتستخدم كانت مهمة جدا لرجال الاعمال ان انا لو عاوز اخلي ان المكالمات بتاعتي تتحول على مثلا الفويس ميل اللي هو ايه البريد الصوتي كنت بعمل تحويل للمكالمات انا عندي حاليا ميتينج مثلا او عندي بسجل حلقة زي دلوقتي مثلا معاكو وعايز دلوقتي المكالمات اللي تجيلي اقول له والله انا مش فاضي وانا مشغول دلوقتي وانا يعني سيب لي الرسالة بتاعتك وهرد عليك ان شاء الله في قرب وقت الكلام دوت هو عملية اعادة توجيه هو الراجل دوت اللي بيكلمني هو ما يعرفش انا موجود فين ما يعرفش هل انا مشغول او مش مشغول انا بعمل توجيه من تليفوني لي الفويس ميل دي اشهر حاجة ان انت بتحول كل المكالمات اللي جاية لك الى البريد الصوتي وبتبتدي تحولها ازاي برضو مش تحويل وخلاص يعني بيديك يعني كذا اختيار ايه الاختيارات اللي انت عندك انت عايز تحول المكالمة لما تكون تكنسل علي تكنسل على اللي بيطلبك او عايز تحول المكالمة لما تسيب التليفوني رين اربع رنات او خمس رنات وبعد الرينة الخمسة احولك المكالمة على الفويس ميل او لو انا مثلا في مكان خارج التغطية ومش هارف حد يوصلي اخليه اوتوماتيكي حوللي المكالمة على الفويس ميل كله دوت يا جماعة بيتم من خلال اعادة توجيه المكالمات ودي اسمها الخدمات الاضاحية للشبكة يبقى اول حاجة واللي احنا عارفينها ومسهورة جدا اظهار او منع اظهار رقم الطالب تاني واحدة اعادة توجيه المكالمات ودي اللي هي بيسموها الدايفر تيكول الدايفر تيكول وزي ما شرحت لك بالتفصيل كلكو عندكو موبايلات وخش كده هجرب انت اعمل تحويل للمكالمة بتاعتك بعد اربع رنات تتحول على الفويس ميل هتلاقي نفسك اي حد بيرنه لكنت ما رضيتش عليه بعد رابع لان رنة هيحوله على الفويس ميل والفويس ميل بيديك امكانية ان سيادتك تحط رسالة بصوتك او تسيب الرسالة الانسر ماشين اللي هي متسجلة في الفويس ميل باي ديفولت انا بحط طبع رسالة بصوت واقول والله معلش بعتذر عن عدم الرد يرجى ايه ترك الرسالة او سوف ايه اقوم بالرد عليكم او بتواصل معكم في اقرب وقت دي من الحاجات المهمة جدا جدا للناس رجالي الاعمال اولينا احنا شخصين افرد انت في مكان ما فوش شبك في الناس محتاجات لو انت قاعد يديك مغلق مغلق مش هتعفي يوصلك لكن لما تحول على الفويس ميل انت امجرد انت تخرج من المكان ده هتفتح الفويس ميل بتاعك هتعرف كل حاجة كانت موجودة في الجزئية دي طيب ايه تاني الاشعار باستلام مكالمة وردة اثناء الانشغال بمكالمة اخرى الاشعار باستلام مكالمة وردة اثناء الانشغال بمكالمة اخرى وده اللي احنا بنسميها ايه الويتنج كول احنا بنقولها بالعامية كده يقولك ايه ده فيه ويتنج ويتنج يعني انتظار وانتظار دوت لازم اننا احط المكالمة الوردة بتاعتي ديت يقول لي انت خلي بالك في مكالمة جايلك من فلان انا بكلم محمد ويقول لي ده احمد بيتصل عليك ويحط له هو هناك يقول له ايه خلي بالك المكالمة على وضع الانتظار يعني ان هو هو معاه مكالمة تاني طب لو انا قبل ما كان الخدمة دي تكون موجودة كان ايه اللي بيحصل كنت طبعا بطار اني دايما الاقي اللاين بتاعي بيزي 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 يعني مثلا حضرتك كده مثلا جيت اتكلمت في مكالمة والدنيا سرحت معاك واتكلمت في المكالمة نص ساعة ساعة كاملة تخيل كم المكالمات اللي كانت ممكن تجيلك في خلال الساعة دي وانت ما تعرفش عنها حاجة لان حضرتك كان اللي انا ما برن عليك وانت بتتكلم بيديني رقم مشغول فانت ما بتقفل انت ما عرفت شمير انا عليك فخاصية الانتظار دي حلتلي مشكلة كبيرة جدا 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 ان هي تقدر تخرجني من مكالمة طويلة لمكالمة اخرى وما في اتش المكالمة وما في اتش البزنس بتاعي وما في اتش الرجل اللي بيتصل علي فدي كانت مهمة جدا جدا اللي هي خاصية ايه الاشعار باستلام مكالمة وردأ اثناء الانشغال بمكالمة ايه اخرى واقدر كمان ابديل ما بين المكالمتين اقدر اعمل ايه ابديل ما بين المكالمتين اللي هو اسمه وضع الانتظار الهولد مش انت بتلاحز كده مما يجيلك مكالمة تقدر ان انت تيجي في المكالمة تشوف اه دي مكالمة مهمة طب لو سمحت خليك معايا هرد بس وارجعلك طب هرجعلك دي معناها ايه ان انت حطته على قائمة الانتظار الهولد حطته على الهولد خليته كده في الانتظار وترد عليه انت جايلك المكالمة التانية وتخلص ترجع له مرة تانية او تبدل ما بينهم فديت من المميزات القوية جدا 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 لنا يبقى احنا اتكلمنا عندي ميزة ازهار رقم الطالب او عدم ازهار رقم الطالب طبعا دي كانت المميزات القوية جدا 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 هي اضيفت للتليفون الارضي مؤخرا ولكن في زمان ما كانش في حاجة اسمها ازهار رقم الطالب في تليفون الارض فلما الاجيال الاولى من التليفون المحمول ظهرته وبتدينا نشوف الرقم اللي بيطلبنا كان ده شيء مهم جدا جدا وكان ده شيء قوي جدا 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 لاني بعرف مين بيكلمي وقدر اعرف مين بيعاكس مين ما بيعاكس كلام ده كله لكن لو انا كانت رقم ما بيظهر ليش عمري ما كنت اوصل للشخص المزعج اللي بيتعامل معي تاني حاجة تكلمنا فيها قلنا ان هو ابتدى يعمل لها خاصية الايه خاصية الانتظار خاصية الانتظار وخاصية الانتظار دي ان هو يبتدي يقول لي ان في مكالمة جايالك خلي بالك في مكالمة جايالك باسم فلان او رقم الفلان وانت تقدر ان انت تحول الشخص اللي معاك على الهولد على الانتظار وتتكلم مع الشخص التاني وتخلص معايا وترجع للشخص الاساسي اللي كنت معاه فطبعا الخاصية دي من الخواص المهمة جدا 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 وصعب جدا تلاقي مستخدم هاتف محمول ما بيعملهاش لان طبعا زيان بقولك احنا انت ممكن تتكلم الكلام ياخدك في مكالمة طويلة جدا فلو انت مش عامل الخاصية دي هتفاجأ ان انت فقدت مكالمات كتير جدا لناس ممكن تكون كنت انت منتظر منهم مكالمة وما تعرفش ان انت المكالمات دي وصلتك فخاصية الانتظار عملت add value للهواتف المحمول طب ايه تاني عندنا هنلاقي حاجات تاني عندنا تنفيذ مكالمات متعددة الاطراف تنفيذ مكالمات متعددة الاطراف يعني ايه متعددة الاطراف يعني انا اقدر وانت واحمد وحسين وعلي نتكلم مع بعض يا يا سلام معقولة اقلك ايوه لو انت بصيت في التليفون لسمارتفون بتاع سيادتك هتلاقي ان انت عندك حاجة اسمها conference conference يعني مؤتمرات والمؤتمرات دي اقدر اضيف من شخص لأكتر من شخص ودي تفيدني في ايه هل احنا بنضيف الخدمة او بنضيف الميزة وخلاص لا لازم كلها يعني interested او اهمية مهمة جدا جدا وpriority جامدة جدا جدا للراجل الكاستمر او الراجل اليوزر المستخدم كل الشغل لازم بيخدم المستخدم في النهاية فابتدي دلوقتي الconference دي تهمني في ايه طبعا للبيزنس مهمة جدا 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 لان انا ممكن اعمل مؤتمر او اعمل ميتنج من خلال الموبايل انا قاعد في بيتي وهو قاعد في مكتبه والتاني قاعد في الجيم او قاعد في النادي يكلمني ويكلمه واحنا الاربعة بنسمع بعض ودي خاصية الايه المؤتمرات خاصية المؤتمرات الconference اللي هو 4G بقى يعني طورها وخلها ايه الفيديو conference يعني زمان كان اسمها خاصية المؤتمرات لانها كانت ايه كان voice conference كان صوت بس احنا بنتكلم مع بعض ونقوله وانت تكلمني وانا اكلمك والكلام ده الفورجي لما دي بقى من حاجات الفورجي اللي احنا لسه إلنا ان هو ابتدى كمان يعمل لك الايه الفيديو conference الفيديو conference ان انت بقى ان احنا نتكلم مع بعضك اننا قاعدين في الميتنج مع بعض انت شايفني وانا شايفك وانت بتعرض وانا بعرض والكلام ده كله فاذا خاصية المؤتمرات دي من الخواص الايه القوية جدا 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 طب ايه تاني الاشعار بتكاليف المكالمة الاشعار بتكاليف المكالمة ودي من الحاجات المهمة اللي ابتدت تضاف للشبكات مع تطور التكنولوجيا ليه وانت زمان الناس تجي تقولك انا والله مش عارف انا بشحن الرصيد وفجأة ان الرصيد خلص في ثانية طب ازاي لما يجي يتصل بالكول سنتر او بخدمة العمله يبتدي يقوله لا والله ده انت اتكلمت وفلان كذا دي اياه وكلمت وفلان كذا دي اياه وكلمت وفلان يقتنع طب ايه رأيك بقى اما انا خليك ما توصلش للمرحلة دي ولا اتكلم كاستمر سيرفيس ولا اتكلم كول سنتر ولا اتكلم اي حاجة وتبتدي من خلال تلفونك انت عارف انت بتستهلك ايه وبتعمل ايه ودي خاصية اشعار ايه المكالمات يعني والله دلوقتي انا بتكلم على باقة دقيقة بعشرين ارش اتكلمت خمس دقيق يبقى اذا انا صرفت جنيه انا كان رصيدي عشرة جنيه الايه بيقول لي ايه تكلفة المكالمة واحد جنيه المتبقي تسعة جنيه طب ما هو دوت بيفدني ان انا مش محتاج اعمل اي ازعاج للشرك بيفدني ان انا عارف رصيدي دايما على طول ايه يعني ما لقي بي رصيدي نص جنيه جنيه ابتدي اقول ايه لا ده انا لازم اشحين عشان كده مش هيبقى معايا رصيد اشتغل بي يبقى اذا هي ميزة ايه مهمة جدا جدا للناس ومهمة جدا جدا للمستخدم منع جميع المكالمات من الصادرة من الجهاز دي بتفيدني او بتفيد المستخدم في ايه بتفيده لو انت المستخدم ان الموبايل بتاعك وارد ان يقع في ايد الاطفال عندك في ايد اطفال او في ايد السن الصغير لما هو دوت لا يدرك فممكن يمسك تليفون حضرتك يطلب اي حد من الادرس بوك بتاع حضرتك ويصيب اللاين مفتوح وايه تفاجأ ان الرصيد بيقي سفر ايه ده انا ما حصلش بص تفتح المكالمات الصادرة تلاقي مكالمة 20 دقيقة يا نهار ابيض يبقى اذا الميزة دي بتفيدني ان انا ما اجد ادي الموبايل لطفل اروح اعمل ايه حضر المكالمات الصادرة الغي ان التليفون يعمل اي مكالمة صادرة يبقى مهما يلعب الطفل في التليفون مش هيقدر ان هو ايه يتصل باي حد بطريق الخطأ زي ما بيحصل معنا كلنا وتمسك التليفون تفاجأ ان هو بيتصل بفلان او ان هو بقى له 20 ديها سايب الخط المفتوح انت مش واخد بالك يبقى حضر المكالمات الصادرة ديت برضو مهمة جدا جدا دايما اربط الميزة بالشيء اللي انت احنا بنعمله يعني ميزة المادة بتاعتنا مادة ملموسة مادة موجودة انت بتحتك بالتليفون المحمول يوميا لحظة بلحظة في ناس بتبقى قاعدة يعني 24 ساعة تليفون المحمول لازم تعرف المميزات التليفون اللي في ايدك ده بتعمل بها ايه تليفون ده مش للعبة بس او مش ان انا اقعد مثلا اشوف عليه الانترنت وتصفح انترنت لا في مميزات كتيرة جدا جدا لازم انا بصفة عامة اكون عارفة وانت بقى كطالب تعليم صناعي وهتخصص بتاعك تخصص الالكترونيات ومادتك الاتصالات الالكترونية لازم تفهم ده افرق انت قاعد جنب والدك وبقولك انا عايز اعمل تحويل مكالمات تقوله معرفش لا طبعا التراجل لازم تكون فيها تقوله هات اه ده في خاصية كذا وبتعمل كذا وكذا وكذا طب حصل مع المشكلة اللي احنا لسه إلينا ان ادى التليفون لاخوك الصغير مثلا وطلب حد وفتح الرصيد وخلص قلو لا يا بابا خلي بقى لك ما تيجي تدهوله في خاصية اسمها خاصية ايه حظر الاتصال منع الاتصالات الصادرة تعال عاملها لك وتبتدي تعملها وتبتدي تورهالو ده الادفاليو من التعليم ان انت تتعلم ازاي تشتغل تتعلم ازاي تدي المعلومة وتدي المعرفة للناس فبتدي الكلام مش للحفظ ولكن الكلام للتفعيل او للتطبيق العملي التعليم الفني او التعليم الصناعي هدفه ان انا اطلع فني جيد فني الجيد دوت هو اللي هو بياخد الكلام اللي احنا بنقوله ما يحفظوش يطبقوا في الحياة العملية يطبقوا بايده اشتغلوا بايده يوري اللي حواليه الامكانيات دي يبتدي يعرف ان انت لما دخلت قسم الالكترنيات وخدت مادة اسمها اتصالات الالكترنية بيعندك اد فاليو لا ده بيبص بيمتطور يبقى انت لسه بتاخد الدبنون ولك البشمهندس راح البشمهندس جاي ليه لان انت بتاخد المعلومة تطبقها على حياتك العملية طيب نرجع للموايزات الهاتف التلفون المحمول تاني وخلينا بقى دايما نخد الحاجات دي وبعد الحلقة اقعد طبق فيها وتجرب وخش وعمل وشوف ولا عاوز تحطي لنا ملحوظات عندنا على كناتنا على اليوتيوب خش وحط ملحوظاتك حط اسئلتك حس لو انت ما في حاجة معرفتش توصلها اقول انا معرفش اوصل لكذا اوصل له ازاي خد المادة العلمية ان هي بتديك خبرة ومهارة اللي هي في النهاية دي اصل الطالب التعليم الفني طب المكالمات المجانية طبعا المكالمات المجانية دي كانت من الحاجات الاساسية جدا 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 وهي اللي كانت يعني دلوقتي رصيدي خلص طب انا عايز اشحن طب لو هو مخليلي اني اكلم مكالمة الشحن دي بفلوس هل ينفع ان انا بعد مرصيدي يبقى سفر اعرف اشحن كانش هينفع صح ولا لا اذا في مكالمات مجانية لازم المكالمات المجانية دي تكون فور فري من الشركة او من الشبكة اللي انت متعاقد معها زي اشهر حاجة بتاعتنا اللي هي ايه خدمة شحن الرصيد دي بتلاقيها كمكالمة بفلوس مكالمة مجانية زي ايه خدمة معارفة العروض الجديدة من الشرك برضو دي مكالمة مجانية لان هو اللي عايزك هو اللي عايز ان انت تتفعله وان انت تعرف العروض الجديدة عشان تشترك فيها فقال لي عملها لك خدمة مدفوع محدش محدش هيطلبها هطلب ليه واروح اصرف لي مبلغ عشان هو بيعمل دعاية وبيعمل اعلانات لا يبقى المكالمات المجانية هي مكالمات بتقدمها الشركة او الشبكة عشان تكون تساعد العميل في الحاجات الطرق زي شحن الرصيد زي معارفة العروض الجديدة للشركة يعني دعاية هي بتعمل دعاية لنفسها فاكيد ما بيعمل دعاية هو اللي بيدفع مش انا اللي هتفع طيب المكالمات المدفوعة الاجر من الطرف الاخر مكالمات مدفوعة الاجر ايه ده ايه مكالمات مدفوعة الاجر من الطرف الاخر انا هتكلم ببلاش قال لك اه قال لك اه عفوا قال لك ازاي قال لك احيانا مش انت ممكن تفاجأ ان انت رصدك خلص قال لك كتير كتير رصدنا بيخلص طبع قال لك ايه رأيك عمل لك ميزة ان انت تحط كود قبل رقم التليفون اللي انت هتتصل عليه وانا بدوري كشبكة او مزود خدمة اقول له ان الرقم الفلاني طالب ان انت تفتح المكالمة دي بس على حسابك برضو هي مش اجبار يعني هو مش هيغدع المستقبل اللي هو الشخص التاني لا هو بيبتدي يعمل ان انت تقول له والله انا عايز اعمل المكالمة دي على حساب الطرف الاخر يبتدي هو يعمل ايه يبتدي يبعت للطرف الاخر المكالمة بقول له والله الشخص ده بيرن عليك ولكن لو انت فتحت تكلفة المكالمة هتكون على حسابه تكلفة المكالمة هتكون على حسابه اذا هو لو فتح الخط يبقى هو وافق ان تكلفة المكالمة تكون على حسابه لان هو اداله voice message قبل ما يكمل المكلمة ودي بتفدني ان انا ممكن اكون في حالة طرقة او محتاج حاجة من والدي او محتاج حاجة من والدتي وانا معيش رصيد فالشبكة ابتدت تديني خدمة ان انا اقدر اعمل مكلمات مدفوعة الاجر على الطرف الايه على الطرف الاخر يبقى ديك من المميزات برضو اللي احنا شفناها وبرضو خلي بالكم دي من الحاجات اللي انتوا لازم تبع عارفينها برضو بتحصل في ايه هاتف المحمول مستبت في مكان معين زي ما احنا متفقين طب انا ممكن انا اكون في السعودية اكون في السعودية وانا حد من مصر بيطلبني هو بيطلبني على اعتبار ان انا موجود جوه مصر فاذا هو لو جيه انا فتحت عليه وانا في السعودية يبقى المكالمة هلها تبقى بسعر مصر اللي هي اديها بعشرين ارش او اربعتاشر ارش او واتفر النظام اللي انت عليه قالك طبعا الرجل دلوقتي اللي بيتصل ده هل هو يعرف يعني انا محد بيتكلمني مثلا دلوقتي هل هو يعرف ان انا موجود جوه التلفزيون ما عرفش يبقى اذا دي برضو دي حاجة بيتحملها مين المستقبل يعني انا ما بستقبل حاجة برق ودي اللي احنا بنسميه خاصية الايه التجوال انت ما تفتح علي وانت بره انا هتحسب بالسعر العادي بتاعي خالص انا مليش دخل لكن المستقبل هو اللي بيدفع الفرق لان هو اللي عارف ان هو موجود فين ودي ما فيهش بقى ميسج لان انت موجود في مكانك وانت عارف ان انت بره نطاق الموقع الجغرافي بتاعك وعليك تكلفة يبقى انت لازم هتتعامل على هذا الاساس ودي خاصية التجوال ولزاك ناس كديره ما تكون بره مصر وممكن ما يردش عليك عشان هو عارف ان التكلفة هتكون على حسابه هو وبرقم كبير جدا يبقى كده احنا عارفنا ميزة تانية اللي هي خاصية ايه الاتصال والدفع من خلال الطرف الاخر للمكان طيب الخدمات التي يقدمها نظام التليفون اللاسلكي المحمول ايه بقى الخدمات اللي احنا ممكن ناخدها منه قالك اول خدمة الخدمة التليفونية العادية للسيارات والاجهزة المتنقلة اننا اقدر اننا استخدم التليفون بتاعي في السيارات وفي الاجهزة المتحركة الاخرى وطبعا دي ابسط حاجة ممكن ايه نستخدمها في التليفون المحمول ولكن من الحاجات بقى اللي بيه مهمة جدا دلوقتي بقى في الحتة دي ايه هي يا جماعة الجي بي اس الجي بي اس اللي بترك في العربيات دلوقتي عشان لو لا قدر اللي هو العربيات تسرقت او حصل ان هي حصل فيها حاجة دوت بيشتغل عن طريق شريحة موبايل ده بيشتغل عن طريق شريحة موبايل وهو دوت اللي هو ايه الاجهزة المتنقلة وبيتربت بيه السيرفرات اللي هي عليها الخرائط زي حاجات كتير موجودة بيحدد لي اللوكيشن بتاع العربية بالزبط هي موجودة فين ويقدر يتعامل معاها فدي من الحتة اللي احنا بنستخدمها في الخدمة التليفونية للسيرات والاجهزة المتنقلة طيب امكانية نقل البيانات دون الاحتياج الى استخدام دون الاحتياج الى استخدام اجهزة طرفية اضافية دي زي ايه لو انتو تفتكروا زي ايه امكانية نقل بيانات دون الاحتياج نقل بيانات عزن البيانات لو انتو فاكرين تكلمنا عن ايه عن الفاكس الفاكس ده بينقل بيانات وكنت زمان عشان ان انا اشتغل بالنظام الكمبيوتر على الديالاب مش كنت بحط مودم الناس اللي هي بتاعت زمانها تفتكر المودم ده لا التلفون المحمول بتاعي ابتدى يعمل لي نقل البيانات بدون الاحتياج الى استخدام اجهزة طرفية اضافية ابتدى يعمل لي نقل البيانات بدون احتاج لأي حاجة ابعد فاكس استقبل فاكس ابعد ايميل استقبل ايميل مش محتاج ان انا اقول لك اه ده انت عايز تجيب مودم وتركبه على التلفون عشان يبقى عندك انترنت لا كله دوت بلت ان داخل التلفون الايه بتاعي اهو خدمة الايه الفاكس زي ما اقولنا ابعد فاكس واستقبل فاكس ما عنديش اي قزمة خالص خدمة الرسالة القصيرة الاس ام اس شورت ماسج سيرفوس وده ايه برضو قدرت استخدمها من غير اي حاجة امكانية التعرف على رقم الطالب ان انا اعرف رقم الطالب زي ما احنا اتكلمنا وتحويل المكالمة الواردة الى تلفونات اخرى دي اتكلمنا فيها وقلنا ايه اللي بيتم فيها مقاسم سنترال تلفوني او اكسر دي اول حاجة بنتكلم بقى عن حاجة اسمها ايه مكونات نظام التلفون اللاسلكي مكونات نظام التلفون اللاسلكي يعني السيستم بتاع الموبايل دوت عشان يوصل للاتصالات دي عبارة عن ايه اول حاجة عبارة عن سنترال عبارة عن سنترال او اكتر يعني ممكن بسنترال او اتنين او تلاتة حسب مساحة التغطية المكان اللي انا بغطي عدد من المحطات السابتة اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده لما كنا بنتكلم في الاجيال وقلنا ان المحطات مع الابراج عشان تقدر تقدر تفضل ماشية مع المشترك لمسافات بعيدة اجهزة المشتركين يبقى انا عندي اول حاجة في مكونات نظام التلفون اللاسلكي المحمول سنترال تلفوني او اكسر عدد من المحطات السابتة الموزعة في ارجاع المنطقة يعني حسب المنطقة او حسب الحيز العمراني بتاعي الجغرافي بتاعي ابتدي احدد عدد المحطات السابتة اللي هتكون موجودة اللي انتو بتشوفوها حاليا في الشوارع او فوق اسطح البيوت او الكلام ده كله تو محطات سابتة تغطيلي حيز جغرافي معي اجهزة المشتركين ودي الاجهزة اللي بتكون معانا احنا انظمة الاشراف والتشغيل والصيانة ده طبعا اللي بتبقى مسؤولة عن الاشراف على المنظومة كلها بسواء ان هي تحافظ على الاستابلتي بتاعت المنظومة او تحافظ على الصيانة وعلى تشغيل المنظومة عدد من قواعد البيانات اللي هي بيكون فيها حاجات كتير هنتكلم عنها دلوقتي تعالوا نتكلم الاول عن مقسم او سنترال التلفون المحمول ده بيعمل ايه اللي هو اسمه ايه موبايل سويتشنج سينتر موبايل سويتشنج سينتر دايما حابب ان انتو تبقوا عارفين المعنى العربي والمعنى الانجليزي عشان حضرتك لما تخش على اي مكان في الانترنت بتبحث دور بالعرب ودور بالانجليز لانه ممكن بالانجليزي تلاقي حاجات افضل فاذا انا ماقول ان انا بتكلم على سنترال التلفون المحمول اعبق انا اعرف ان ده اسمه ايه موبايل سويتشنج سنتر وده بيعمل وده بيعمل ايه يكون بالتأكد من ان رقم التليفون الخدمة يعني الرقم مفتوح ولقوا السماحية لاستخدام الشبكة يعني الخط مثلا مش موقوف الخط مثلا معداش فترة السماح يكون بتسجيل الوقت اللازي استغله المشترك للشبكة يعني بيحسب لك التايمينج اللي موجود ليك يبقى احنا كده في السنترال بتاعنا قلنا بيعمل ايه بيحدد لي بيتأكد ان الهاتف المحمول بتاعي ان هو شغال وتأكد ان هو مش موقوف من قبل الشرك يعني ان الهاتف بتاعي معلوش اي مشاكل تاني حاجة بيقوم بتسجيل الوقت اللي انت استغلته على الشبكة بيحسب الوقت اللي انت استغلته على الشبكة يقوم بتوصيل المكالمات للشبكة المحلية للسنترال يقوم بتوصيل المكالمات للشبكة المحلية للسنترال يحتوي على البرامج اللازمة للتحكم في المكالمات ومساراتها يكون بتوصيل المكالمات المحلية للسنترال ازاي ان حرارك مش تقدر تطلب من تليفون المحمول تليفون ارضي اقدر طب وبيبتدي يوصل الكلام دوت من الموبايل للتليفون الارضي عن طريق ان هو يربط ما بينه ما بين السنترال الارضي يبقى احنا النهاردة كده اتكلمنا عن مميزات الهاتف المحمول وكملنا اجيال الهاتف المحمول وشفنا ازاي ان الجيل الرابع فدنا افادة كبيرة جدا جدا في حاجات كتير وشفنا ان كل المميزات اللي موجودة عندي على التليفون المحمول بتاعتي بتفدني في حياة العملية افادة كبيرة جدا 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 وان شاء الله باذن الله الموضوع ممتد معنا وان شاء الله نكمل معاكم ان شاء الله وفي الحلقة القادمة نلقاكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته